القادم بإذن الله عملنا لقاء أو كاميرا ستوديو الأبتالكت موجودة في القوتيل عملنا لقاء مع الكابتن أحمد مرعي ده خاص وحصري لقناة النادي الأهلي عملنا لقاء معاه نشوف اللقاء الدورة على حضراتك ده طبعا بشكر جدا ستوديو التحليل وأكيد برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان ومن هنا طبعا من فندق إقامة لفريق النادي الأهلي اللي ان شاء الله النهاردة عنده مباراة مهمة يعني مباراة نهائية مع نادي الكويت الكويتي انجل طبعا معي في هذه اللحظات طبعا المدرب الكبير كابتن أحمد المرعي المدير الفني لفريق النادي التحدي السكندري كابتن أحمد طبعا في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وطبعا خليف البداية كابتن نتكلم مع حضرتك النهاردة على المباراة المباراة ان شاء الله تجمع ما بين نادي التحدي السكندري ونادي الزهراء التونسي لتحديد المركز الثالث والرابع بسم الله الرحمن الرحيم وطبعاً بنهني النادي الأهلي على نتيجة المباراة مبارح أنا شايف إنها كانت مباراة طليل نهائمة بين الاتحاد والأهلي لكن القرعة يعني خليتنا كده والمباراتين برضو على فكرة صعبين برضو النهار ده يعني المباراتنا إحنا مع الزهراء لأن كمان إحنا نتيجة المباراة بتاعت مبارح عندنا برضو إصابات غير الإصابات اللي عندنا والنادي الأهل أنا متأكد أنه هو برضو لعبته بازل ومجهود مبرح في المباراة وفرقة الكويت فرقة سريعة فإحنا الاثنين عندنا مهمتين سواء إحنا بنلعب على الثلاث والرابع أو الأهل بيلعب على الأول المهمتين صعبين يعني مش سهلين شكرا أحمد إن شاء الله النهاردة تستعدوا إزاي للمباراة دي يعني طبعا من دلوقتي لحد ما عود المباراة تستعدوا إن شاء الله إزاي كابتا هو طبعا أهم حاجة إن إحنا عايزين نرفع الروح المعنوية اللي عابتنا إن طبعا هم يعني عندهم خيبة أمل إن هم ما لعبوش المباراة النهائية بغض النظر عن هم كان هيلعبوا مين في النهائي فإن شاء الله بنقدر يعني بس بالبلد كده نفوقهم شوية علشان إلا إن فرقة الزهراء فرقة بتلعب باسكتبول محترم جداً فرقة جماعية عايزة مجهود عشان تلكسابها نجو بس إن شاء الله يعني نقدر نقوم لعابتنا تاني يعني إن شاء الله إن شاء الله طبعا يعني نادي التحادس سكنداري من أقوى طبعا الفرق هنا في مصر طبعا في لعبة كرة السلة كابتن يمكن النهاردة إن شاء الله زي ما حضرتك قلت يعني الفريق يعني يتموحه النهاردة إن هو يفوز بالمباراة عشان طبعا يفرح جميع جمهير نادي التحادس سكنداري شايفي كابتن المباراة النهاردة إزاي من وجهة نظر المباراة زي ما قلت حدك هي تبقى صعبة لإن إحنا عندنا للأسف أصلا اللعيب الاتنين المحترفين واحد جاله كورونا وواحد جاله رباط صليبي أصناء البطولة فاستعنا بواحد كده ليلة البطولة يعني اللقاء السليمانديا باتي لعب كويس بس مش جاهز يعني نسبة إفادته للفرقة مش عالي قوي للأسف عندنا إصابات هايسم كمال رام إبراهيم مبارا حسماعيل أحمد عادل عندنا عدد إصابات كبيرة قوي فإحنا هنحاول إن إحنا نقنن طريقة لعبنا بما يتناسب مع العدد والإمكانيات اللي موجودة وطريقة لعب الزهراء برضو فإحنا إن شاء الله يعني بس المباراة تبقى سيجال ما بين الفريتين إن شاء الله كتن طبعا باتمنلك التوفيق والنهار ده إن شاء الله مباراة نهائية في البطولة العربية ما بين نادي الأهل إن شاء الله الممثل لمصر و aspنادي الكويت الكويتة يمكن طبعا نادي الأهل يا كابتن زي ما نحنا عارفين أنه هو وصل للفاينل دي خمس مرة والكويت الكويتي الأول مرة ولكن الاثنين إن شاء الله يعنيهم على البطولة عايزين يفوز البطولة انها تكون لأول مرة في تاريخهم اه طبعا هو بس احنا مش عايزين نتكلم على التاريخ لان اه الاهل وصل خمس مرات يمكن فاين البطولة العربية بس فرقة الكويت الكويتي اللي موجودة دلوقتي فرقة متميزة جدا اول مرة تبقى فيه فرقة من فرقة الخليجية بتلعب باسكتبول اوروبي مستهم عالي جدا نسب تصويب عالية جدا فالنهاردة فيه مهمة صعبة للنادي الاهل برضو يعني لازم محدش يتخيل ان الاهل بلعب الكويت ان الاهل هيكسب البطولة لا انا بقولك الماتش ده هيبقى ماتش ممتع للجماهير يعني هيبقى ايكوالجيم وطبعا نتمنى التوفيق للنادي الاهل ان شاء الله هيبقى هو دلوقتي ممثل الصلة المصرية وان شاء الله يعني ان شاء الله وعنده الامكانيات ان هو يفوز ان شاء الله ان شاء الله وقعتك يا كابتل المباراة وشايف المباراة زي يعني هي المباراة ما بين فرقة سريعة جدا وبتشوت وفرقة متوسطة السرعة اللي هي النادي الاهلي وعندها تقل في الانسايد جيم زي عمر طرق اللاعب الطوال بيلعبوا على اللاعب الطوال مش نسب التصويت بس عندهم يعني عندهم سلاحين بس رتم النادي الاهلي زي رتم الفرقة المصرية متوسط السرعة فوق المتوسط شوية التانين سرعة جدا فبرضو هو ادارة المدربين ازاي تقدر تتفرد رتمك هل انا الكويت هقدر افرد رتمي السريع على الجيم ولا الاهلي اللي هيقدر يعمل كنترول بالبلد كده يهديهم بحيس يوصلهم برتمين احنا هي دي المباراة اللي هتبقى من الاتنين مدربين ده كان اللي قانا مع الكابتن احمد مرعي وما فيه شك ان الكابتن احمد مرعي كابتن كبير وقادير ومدير فني منتخب مصر وشك ان تصدقوا ممتوسط